بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي وحبيبي متابعين قناة سر الصنعة اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة ان شاء الله هيكون بس رد على استفسار بيتردد كتير من المعجبين بالقناة وهو السؤال هل انا لو خدت رومي ابيض مثلا ديك وفرخة هل ينفع ارقد عندي هل لو انا خدت ديك وفرخة ممكن تبيض ودخل البيض بتاعها فقاسة او ممكن ترقد عندي وبيع الكاتاكيت او اعمل مشروع منه اسئلة كتيرا بتتعلق بموضوع فقس البيض بتاع رومي البيض وعملية التقاصل بتاعه هو الموضوع يعني باختصار يا جماعة هو سؤال زكاء يعني كل واحد فينا بيفكر طيب انا بدلا ما اشتري مثلا الكاتاكوت بخمسة وسبعين جنيه او بتمانين جنيه امريو طيب انا الوقت لو جابت ديك وجابت فرخة ورقدت عندي حصل يعني تلقيح من ال من الديك ورقدت عندي وطلع عندي كاتاكيت يبقى انا وفرت دلوقتي البيضة اه تعتبر بقى توقف علي يعني البيضة هيطلع الكاتاكوت منها يبقى وفرت لخمسة وسبعين جنيه لكن الحقيقة انا بقول الموضوع صعب جدا 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 والسؤال ده طبعا بيتقرر كتير جدا الروم الاوبيضة يا جماعة احنا قلنا ان هو مستورد بيجي ام من فرنسا ام المانيا ام بلجيك والحكومة التركية زي مسلا ما بنشوف في هولندا او في الدول اللي فيها بقر بقر اه فريزا او بقر هولندي الحكومات هناك بتدي دعم للفلاح سواء في سعر الاعلاف او في بتديله بتشتري مثلا منه الالبان او بتوفره المكن اللي يعمل الجبن والحاجات دي دعم الفلاح لتشجيع الصناعات الايه اللي هي المنتجات الالبان برضو في تركيا الحكومة بتدي دعم اللي بيشتغل في الروم الابيض حتى النوات اشهر دولة في في الروم الابيض هي تركية لذلك حتى هم بسموه تركي يعني حتى الدول الدول العربية ما ما بيقولوش عليه ديك رومي هو يقول لك تركي يعني تدخل السوبر ماركت حتى في في امريكا في المانيا في اي دولة تقول انا عايز تركي تركي يعني ديك رومي جاهز للاكل يعني يعني ايه في الفريزر يطلع بس يتطبخ على على طول فتركيا عندها ابحاث معامل ابحاث كبيرة بتقوم على موضوع الروم الابيض ازاي يتكاثر ازاي تتعلي الوزن اه فيه اه حتى ان هم عدهم عدهم بالوزن عد بيتخطى مثلا الاربعين كيلو ممكن يكون الربع الخمسين كيلو الديك الرومي عنده فهو الدول ديا برضو بالابحاث بتعرف تستخلص زي ما قلنا قبل كده اللقاح من الديك وبطريقة معينة وبعد كده بطريقة معينة برضو بتخصة بالاناس اه فيحصل تقاصر لكن عندنا هنا دي نمرة واحد نمرة اتنين انا شفت في دول تانية انا بصيت حتى من مشاهدات البعض المزارع في دول تانية بنلاقي ديك اللابيض بيحصل تزوج او تقاصر مع ايه الانسة بتاعته من غير ما حد بيمسكها من غير ما حد يكون له فيه التدخل بشري هم حاجة طبيعية لكن هنا ما بينفعش والله اعلم قد يكون يعني البيضة نفسها متحصنة او الكاتكوت وهو جاي لنا متحصن تحصن معين بحيس ان هو ما يحصلش التقاصر ده اه من نفسه زي البط المولر او البط البغاك بنجيب هنا ربيه اه ما بيبيضش وما بقاش فيه دكر وفيه اه انسة او نتاية هو البط كله بقى البط المولر كله وزن واحد وحجم واحد وشكل واحد واعتبر كمان وزن واحد كله موحد في كل حاجة الروم الابيض بيجي لنا برضو نفس الطريقة الديو ما بتخصبش الاناس لكن في الدول التانية احنا قلنا بيبيحصل للتقصيب ده فالسؤال اللي بيتردد كتير انا لو خدت ديك وبربرة او ديك وفرخة ممكن ارقت منهم او ممكن تبيض عندي اه هي الانسة بتبيض لان دي طبعا حاجة في بنية الهات داخلي حتة الايه انها بتربي عنقود بي لكن هل بقى ديك بيخص بالبضة لأ يعني ممكن انت لو حضرتك خد فرخة يعني مثلا خدت جوز روم صغير وكبر عندك بعد خمس ستة شهور بتتفاجئ ان ايه ان الفرخة اه بتبيض لكن طبعا البيض ده مفيش في ايه مفيش في كسر او مفيش في تحصيل وبالتالي ما ينفعش ان انا ادخله مكان التفريخ نفس الشيء الحجم اديك ببقى كبير ما ما يحصلش تكسر بين وبين الايه الانسة حتى لو انا مسكتها زي الفراخ البلدي الروم البلدي كان زمان الستة الكبيرة تمسك الفرخة عشان يخصابها او يكسرها فكان ايه كان لازم تدخل صاحبة الفرخ نفسه ان هي يعني تساعد اديك في العملاء دي لكن في الروم الابيض ما بينفعش الحاجات ده كلها وبعدان وزنه بتقيل ممكن يكسر لها اجناحيته وهو سبحان الله هو اساسا ما عندهش الراغبة في في الموضوع ده لكن برا بيحصل التخصيب او التلقيح من اه اديك الرومش اتابع ان انا اكون جاوبت على سؤال كتير او بيسألوني فيه ويكون قدمت المعلومة المفيدة وفي نهاية الفيديو بتمنى ان هو يكون اعجابكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير وتفعلوا زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلكوا كل جديد وان شاء الله اه هنعمل قناة جديدة هتتكلم هتبقى خاصة ببورصة الدواجن بورصة يومية للدواجن بس مش هتبقى اسعار الكاتاكيت والبط الزغار وخلاص لكن هتبقى ان شاء الله برضو تتكلم عن اسعار اللحوم عموما يعني البط البلدي السوداني او البط المسكوفي او البط البغيال البكيني اللحم عموما والفراخ البيضة والرومي بيبقى فيهم يعني هو هتبقى زيادة ان هيكون في اسعار الرومي يوميا ان شاء الله لان طبعا كتير او بقى عايز انا لو ربيت وحبت اطلع الرومي وبيعه في البورصة سعر البورصة النهاردة كام سؤال طبعا بيبقى ايه محير ناس كتير فان شاء الله هنعمل القناة دهيا بحيث ننزل يوميا السعر يبقى كل واحد عارف النهاردة كتكوت الصغار بكم والفرخ الكبير الكيلو بكم البط صغار بكم واللحم في البط بكم وان شاء الله هنبقى ننزل لحضرتكم اللينك بتاع القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته